أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من المشهد نتعرف بداية عن ضيفي في هذه الحلقة ثم نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على السلامة بعد صابتكم والعائلة الكريمة في فيروس كورونا شكرا مبارك الله فيك ونشكركم عن هذه المساحة لنقدر نوضح من خلالها أعمال مصلحة الحوال المدنية ونوضح الأعمال التي تقوم بها الإدارة عن دراسة أهلا وسهلا بك سيد محمد مرة أخرى قبل أن نتحدث عن ملفات ثقيلة حقيقة ومثيرة للجدل في الشارع الليبي وأيضا حتى على المستوى السياسي مصلحة الحوال المدنية ربما تحولت في الفترة الأخيرة من مصلحة خدمية للمواطن إلى مصلحة يثار حولها الجدل في الشأن السياسي سنتحدث عن نقاط هام حول مصلحة الحوال المدنية ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي عددته الزميلة سونيعاتي نشاهد ثم نعود مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا هي في الأصل مؤسسة خدمية كأي من نظيراتها حول العالم تتضمن قاعدة البيانات للمواطن ويتم عبرها حصر العدد الجملي للشعب الليبي والولادات والوفايات وغيرها من الخدمات البديهية لكن ككل هيكل في البلاد لم يسلم إما من سياسة الحكم السابق قبل الثورة أو الأحداث التي دارت بعدها أو كليهما المصلحة تأسست فعليا سنة 2012 وتعود بالنظر لوزارة الداخلية من حيث التمويل ولأن الرقمنا لم يتم استعمالها في عهد الخيمة واجهت الأحوال المدنية كثيرا من الإشكاليات التي أضرت بالمواطن بشكل مباشر الرقم الوطني الذي بموجبه يستطيع المواطنون استخراج أوراقهم الثبوتية ورواتبهم وجوازاتهم وغيرها من الأمور الحياتية اليومية كان فيها أيضا عدة إشكاليات عدا عن مسألة العائدون ومن تم صرف أرقام إدارية لهم وأيضا ملف القرار رقم 831 الذي أثار ضجة كبرى دامت قرابة ثمان سنوات حتى الآن وعادت للواجهة من جديد بعد كلمة وزير المالية فرج بومطاري المكونات المجتمعية هي الفسيفساء الجميلة التي تميز ليبيا منها الأمازيغ والطوارق والتبو عدد كبير منهم يعانون الآن مصاعب جمة وكلها قضايا متعلقة بمصلحة الأحوال المدنية بشكل أو بآخر على المصلحة البت فيها في أقرب الآجال اتهامات بالتزوير واللعب في الأوراق الرسمية والرقم الوطني وتضخم العدد الجملي للشعب الليبي ومعدلات أخرى لفها رئيس المصلحة وأكد أن لا مجال الإشاعات وبث الفتنة خاصة أنها الهيكل الوحيد الذي لم ينقسم إثر الصراع والأحداث الدائرة في البلاد وهو مكتسب وطني وجب المحافظة عليه من جميع أطياف المجتمع الليبي نعم سيد محمد بالتمر بعد هذا التقرير عن مصلحة الأحوال المدنية حقيقة في فترة التجهيز والتحضير والإعداد لهذه الحلقة وبعد الإعلان عن هذه الحلقة كان هناك تجاوب كبير عدد كبير جدا وصلني من التساؤلات وحتى قبل مرحلة إعدادنا لهذه المقابلة مصلحة الأحوال المدنية أثير حولها الكثير من الجدل عدد كبير من المسؤولين سنتحدث عن تصريحاتهم في وقت لاحق خلال هذه الحلقة تحدثون عن مصلحة الأحوال المدنية في جوانب عديدة ما هي الأهمية التي تتمثل فيها مصلحة الأحوال المدنية ولماذا كل هذا الجدل واللغط حول مصلحة الأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية اكتسبت أهميتها في الفترة المؤخرة بعدما أصبحت أن هي قاعدة البيانات الوطنية للدولة الليبية قاعدة البيانات الوطنية هي من خلالها المواطن يتحصل على الرقم الوطني يتحصل على كل الخدمات سواء الخدمات التعليمية سواء الخدمات الصحية فالصراع حتى لو تشاهد في العالم حقيقة الصراع الآن بين الصين وأمريكا على 5G هي على قواعد البيانات من يبلغ قواعد البيانات قواعد البيانات الدول الليبية في مصلحة الأحوال المدنية ليتسجل وتقيد كل أسماء المواطنين والهوياتهم والأعمارهم وحالات المدنية من زواج وطلاق ووفا وولادة وأصبح الآن توظف هذه البيانات في خدمة نقل الدولة من الدولة الورقية إلى الحكومة الأكترونية هذا كلام عام إذا معكسنا هذا الحديث عن الوضع في ليبيا الآن وأيضا سأتحدث عن مسألة الانقسام السياسي وتأثيرها على المصلحة هناك اتهامات بالتزوير مثلا جاءت من أكثر من مسؤول ليبي وأيضا حتى على مستوى شعبي يتحدث عنها الناس ولكن أنت ذكرت نقطة بأن هناك أو مصلحة الأحوال المدنية أهمية تتمثل في قاعدة البيانات ما هي الوضعية الحالية لقاعدة البيانات التي تملكها مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا؟ تتكلم من ناحية الفنية ولا تتكلم من ناحية الدليل كالذي كان من ناحية الفنية قاعدة البيانات الوطنية هي تحت إشراف إدارة التوثيق والمعلومات في مصلحة الأحوال المدنية ومن خلالها الربط تم مع كل الفروع تستقي منها البيانات قاعدة البيانات الوطنية في مصلحة الأحوال المدنية جاهدة في بذل كل ما يمكن من تدليل قديم خدمات للمواطن بسهولة ويسر نسعى فيها بكل شكل نحاول دائما نطوره أنفسنا في الموضوع أحوال كذلك لحماية المنظومة من أي اختراق أو أي إجراءات فيما يتعلق لما تتكلم عن التزوير أو التلاعب أو كذا المصلحة تقوم بإجراءات دائما بشكل دوري وبشكل مستمر من خلال عندنا إدارة اسمع إدارة التفتيش تراقب أعمال الموظفين عندنا إدارة اسمع إدارة المباحث الأحوال المدنية تراقب أعمال الموظفين وكذلك المواطنين وأي تلاعب أو أي اكتشاف دائما يحال إلى النيابة أو يحال إلى مكتب النياب العام طيب في هذه المسألة تحديدا بما تحدثت عن التزوير مسألة التزوير والاتهامات المتكررة بأن هناك خلل أو هناك تزوير لعدد كبير من الأرقام الوطنية هناك من يتهم بأن هناك مليون رقم وطني مزور في ليبيا حقيقة هذا الرقم ارتباط هذه القاعدة الموجودة لديكم خلينا نبدو بمصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي يتحدث عن أن كل التعطيل في الإجراءات فيما يتعلق بمنحة أرباب الأسر أو أي منحة أو أي عملية مالية تقدم إلى المواطن بأنها موقوفة أو معطلة بسبب عدم ثقتهم في قاعدة البيانات الوطنية الموجودة في مصلحة الأهوال المدنية قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأهوال المدنية هي تم تجميحها في سنة 2012 سبقوا أني ذكرت هذا الموضوع لأن قبل 2012 لم يكن هناك منظومة مركزية كان كل مكتب يشتغل منفردا وبعد 2012 قامت مصلحة الأهوال المدنية من خلال توزيع الألفين دينار ببناء قاعدة البيانات الوطنية وزعت من خلالها هذه أول مرة يتم فيها تجميع بيانات بهذه الطريقة أخطاء الأخطاء نقدر نقسم من قسمين أخطاء نتيجة المدخلين ودائما المدخل عنده أخطاء وحدث أخطاء بعض الأخطاء متعمدة ودائما نكتشفه في هذه الأخطاء وأطلقنا مشروع لما وجدنا هذا الشيء وأطلقنا مشروع سميناه مشروع انطلاق مشروع انطلاقه هو المطابقة ما موجود في قاعدة البيانات بما موجود ورقيا مشروع ضخم وحددنا له طرق وآلية واستعنى به في خبراء خارجيين لكي نضعوه لأستراتيجية معينة وجهزناه وأصدرنا لقرارات الإدارية وقدرنا القيمة المالية لهذا المشروع وأعتقد تم الموافقة عليها مؤخرا للقيمة وأحيلت إلى مجلس التخطيط لرصد هذه القيمة لمصحة الحواملية إذا تم رصد هذه القيمة وصرفت سيتم خلال خمس شهور مراجعة كل البيانات ومطابقتها وتعطينا قاعدة البيانات نظيفة نقدر نأكد في تلك الساعة أن نحن نمتلك قاعدة البيانات حقيقية ونقية 100% طيب الآن يعني أن هناك فعلا خلل في المنظومة الحالية لكن حجم الخلل هذا إلى أي مدى يمكن أن نقول بأن الادعاة بأن هناك مليون رقم وطني مزور هي صحيحة كلمة مليون رقم وطني مزور في اعتقادي شخصي أنه هو رقم مبالغ فيه جدا ولا يوجد حتى نصفة يعني لأن لما تقول لي مليون رقم وطني مزور لو درت أن الأسرة تكون من خفص شخص ما أنا تحكي على 200 ألف أسرة لا يوجد لدينا 200 ألف أسرة في أي مكتب هذا رقم واحد رقم اثنين درنا أخضعنا المنظومة لنوع من التقييمات في الممههة ومقارنة بين السنين ما جناش سنة من سنوات صار فيها عندنا جاب كبير في الأعداد لثارة يثير الريبة خصوص المراجعات 2012-13-14-15-16-17-19 دائما مراقبة المنظومة لأنها لما تصرف من خلال رقم قيد رقم القيد هذا تصرف فيه إدارة التوثيق تعطي عهدوة قيود لكل مكتب ودائما ترقب لا أنقول لكش أن المكاتب كلهم ممتدين نكتشفه في أخطاء أحيانا ونكتشفه أحيانا في بعض التلعبات ولكن تلعبات فردية وأغلب اللي اكتشف للآن كان من فترة ومرحلة الأحوال المدنية لا تقدرش تجزئها حسبها من السنوات هي بدأت من في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وكانت منفردة حتى لما جمعت في سنة 98 وحدت مصطحة الأحوال المدنية تحت شعار كانت مكاتب منفصلة تتبع البلديات لم تكن حتى إدارة مركزية أنشئت إدارة مركزية بالقرار 115 لسنة 98 قبلها كانت كل مكتب يتبع للبلدية لما جمعت في ذلك الوقت جمعت وجدوا أن فيه تكرار للقيود وفيه أخطاء نتيجة لأنها لم يوجد مركزية في الإدارة في الآلفين واثناش تحسن أداءها لما داروا منظومة مركزية في الآلفين وثمانتاش لما ضم المشروع الرقم الوطني تحسن أفضل وأفضل أداء المنظومة بتاعنا والمنظومة الآن ستدخل منظومة قادمة إن شاء الله في بداية العام ستدخل منظومة بإذن الله جديدة أحدث من المنظومة القائمة تكون خدماتها أفضل وأيصر من ضمن خدماتها ودائما يحب يسأل عنها المواطنين إنه ليس محتاج المواطن يذهب إلى المكتب المقيد فيه يقدر يمشي لأي مكتب في أي ليبيا ويأخذ منه المستخرجات المتاعات طيب قبل أن نربط مسألة قاعدة البيانات الوطنية بالانتخابات وهذه مسألة مهمة دعنا نفصل في مسألة المصرف المركزي هل المصرف المركزي في السنوات السابقة هل اعتمد على المنظومة الموجودة لديكم في صرف المنحة المخصصة لأرباب الأسر المزود الرئيسي للبيانات مصرف المركزي هي مصرف الأحوال المدنية شكلت لجنة سميت لجنة تظلمات مشتركة بين المركزي والأحوال المدنية وتعالج في الأخطاء لأن العلاقة بينكم شبهة شيء من التوتر في فترة معينة في تقييم الأخطاء وين وكذا وين وتم معالجتها في 2019 هذه اللجنة تكاد تكون الأخطاء منعدمة لا تذكر مقارنة بالسنوات السابقة يرجع فيها الفضل لشيئين الشيء الأول أن المركزي وضع آليات للصرف اللي هي مثلا طلب أنه لازم يقدم على منحة أرباب الأسرة الرب الأسرة ولازم ربط الموضوع بالهاتف وأن الهاتف يتحقق منه من خلال لبيانا والمدار هذه الخطوات ساهمت في أن تقلل من أي تلاعب ممكن يسير وكذلك مصلحة الحوال المدنية أطلقت مشروع تجميد الوفيات ومراقبتها حتى نحن حسن من جودة أداة العمل الآن علاقتنا بالمركزي علاقة تكاملية وممتازة سؤال واضح وصريح هل مصلحة الحوال المدنية اليوم تعطل صرف منحة أرباب الأسر لا ليس لنا علاقة بالمنحة المنحة هذا الشأن خاص بمصرف ليبيا المركزي نحن عبارة عن مزود بيانات ولم نقطع عنها من تزويد لليوم التشكيك في بيانات كم قد يعطل ما فيش تشكيك الآن بعد اللجنة المشتركة الآن أعتقد أن ما فيش أي تشكيك بالعكس علاقة تكاملية وممتازة وفي زيارات متبادلة بين الفريقين عندنا الآن فريق موجود في داخل مصرف ليبيا المركزي فريق يتكوم من فريق فني وإداري طيب القاعدة أيضا ويتحدث عن قاعدة البيانات الوطنية ترتبط بالانتخابات حددت سيدة ستيفاني ويليامز موعد 24 من ديسمبر في العام القادم موعدا لانتخابات برلمانية ورئاسية أحد المشاكل التي يتحدث عنها المجتمع الليبي اليوم رفقة المعضلة الدستورية هي معضلة قاعدة البيانات الوطنية هل تملك مصلحة الأحوال المدنية قاعدة البيانات قادرة على إجراء الانتخابات في ليبيا نعم إذا كان رغبة المفوضية لو جاءت مفوضية الانتخابات قالت أنا أبن بن دير انتخابات الشهر القادم يمكن وضع آليات معينة بترتيب وتنصيق ممكن الانتخابات تكون الشهر القادم ولكن نحن ننصح أن الانتخابات تكون بعد انتهاء مشروع انطلاقة وهو متى قصيرة خمس شهور فقط في ذلك الوقت نقدر أقول لك المصلحة راجعت كل القيود وراجعت كل الأسر وراجعت كل الإدراجات اللي صارت في الفترة الماضية ما نحكوش عن الإدراجات اللي صارت من 2012 نحكي حتى في الثمانينات والسبعينات مراجعة شاملة وكاميرا تأتيك قاعدة بيانات تقدر قول ذهبية يعني طيب تحدثت عن مشروع انطلاقة وكان لك تصريح صحفي قبل سنة تقريبا ذكرت بأن مشروع انطلاقة سيكون متى خلال أشهر سيكون جاهز إلى الآن لم يجهز مشروع انطلاقة ما الأسباب وراء تأخر اتمام مشروع انطلاقة إلى الآن؟ مشروع انطلاقة جهز من الناحية الفنية كدراسة فنية درهاز نابل هو سيكون فيه منظومة جديدة مشروع انطلاقة؟ لا هو عبارة عن مراجعة هو باختصار هو المطابقة الورقية لبيانات المنظومة مطابقة بين القيد والورقي سبب تأخير في إنجازه؟ هو يحتاج إلى مبلغ مالي يرصد لمبلغ مالي طلب خطبنا الرئاسي بأن يصرف لنا المبلغ المالي مع موافقة الديوان الديوان راجع المشروع ووافق عليه وعطانا موافقة ولكن لم يصرف وكذلك انا اقدر نقول لك به الصدق يعني الاحداث اللي مرت بيها الدولة اللي بيها الفترة السابقة ما شجعتش على انه حتى نحن ما كناش نتمكن من اقامة المشروع طيب بالحديث عن المنظومة وهناك مسألة قديمة جديدة ولكن احتاج لتوضيحها من حضرتك هي مسألة انت تحدث الآن عن المنظومة رئيس سابق لمصلحة الاحوال المدنية ذكر بأنه حين خروج من المصلحة تقريبا في نهاية عام 2016 اخذ المدخل الرئيسي لمصلحة الاحوال المدنية والمنظومة الموجودة لديكم هي عبارة عن بيانات ولكن لا يمكن التعديل فيها او ادخال بيانات جديدة او حذف بيانات موجودة فيها كيف عملتم على المنظومة في ظل تصريحات السيد الرئيس السابق لمصلحة الاحوال المدنية حاول انه هو فقط من يستطيع التحكم في المنظومة تصريحات السيد الرئيس بصلحة الاسبق ويقدر يجوغب عنها تقدر تسأل ان تتوجه للسؤال شين يقصد بكلام هذا اما فيما يتعلق بمصحة الاحوال المدنية للآن تعمل بنفس المنظومة وتدخل في البيانات وتعدل لو حضرتك انت طلبت الآن عندك مولود وتبيت سجلح يسجلو لك وتصرف الأرقام الوطنية هو المسألة التي نحتاج إلى توضيحها وذكر في أكثر من مرة في تصريحات ألمية بأن المدخل الرئيسي موجود لديه وأن هذه المنظومة هي منظومة جديدة الموجودة لديكم لم تقم مصحة الاحوال المدنية للآن في هذا الحوار مركبنش أي منظومة جديدة المنظومة جديدة ستركب إن شاء الله مع بداية العام القادم بالحديث عن المنظومة هناك نقطة والحقيقة جاءتني حولها العديد من التساؤلات هي مسألة الرقم الإداري وسجل مؤقتة وما يعرف بسجل العايدون العديد من التساؤلات حول مصير هؤلاء الطوارق ذكروا في بيانات عديدة بأن هناك أكثر من 11 ألف أسرة لم تتمكن من إتمام إجراءاتها والحصول على الرقم الوطني العديد أيضا من الفئات الأخرى التي تقطن غرب وجنوب وشرق ليبيا تعاني من هذه المشكلة وهي مشكلة الرقم الإداري هل؟ وهناك من يحملكم المسؤولية حقيقة تحدث بيننا مصلحة الأحوال المدنية هي التي لم تنجز مهامها في هذه المسألة رغم إعلانكم عن البدء في حصرهم وعمل منظومة خاصة لهم وإلى الآن لم تسلم هذه البيانات إلى الجهات التشريعية الأخرى لإتمام إجراءاتها هو حتى نجاوب عن المضحضة هو كل مربوط بشيء واحد هو سجل المؤقت السجل المؤقت هو صدر بقرار من وزير الداخلية في سنة 70 بأن طلب من مصلحة الحرمية تكون من ضمن سجلاتها سجل مؤقت السجل المؤقت هذا يستقبل العائدون من المهجر يسجلوا فيه بشكل مؤقت ومن هذا المؤقت إلى ينتقلوا وإن يتقدموا بأوراقهم للحصول على الجنسية الليبية من ثبت انتماع إلى الأصل الليبي هذا السجل المؤقت أصبح أقدم سجل في التاريخ عمره الآن 49 سنة ولم يتم البث فيه مشكلتنا في ليبيا يبدو أنها مشكلة المؤقت الحاجة المؤقتة تستمر لسنوات طويلة نعم وهؤلاء الناس حقيقة ظلموا لم يتم البث في إجراءاتهم وهذا موضوع خارج صلاحية مصلحة الأحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية هي بارة عن جهة توثيقية لما يقدم لها من بيانات ولكن سيد بالتمر هذه نقطة مهمة يعني كيف خارج مسؤولية مصلحة الأحوال المدنية وحضرتك أعلنت في أكثر من مرة بأن مصلحة الأحوال المدنية تقوم بجمع بياناتهم وإعداد منظومات خاصة بهم فرق كبير بين جمع البيانات وبين حل الإشكالية متاحة طيب جزء من حل الإشكالية هي لدى مصلحة لو تفهم أنت إشكالية الرقم الإداري كيف صدر في قرار في سنة قانون صدر عن المؤتمر الوطني قانون رقم 8 لسنة 2014 أشار في مادتين في المادة التامنة والتاسعة بأن حملة الأرقام السجلات المؤقتة يتم وضع حل إشكالياتهم من ناحية الإدارية والمالية ورئاسة الوزراء في ذلك الوقت في 2014 أصدرت قرار كلفت به وزير الدفاع بأن يقوم بتشكيل لجنة لصرف أرقام إدارية اللجنة لم تقم بعملها ورجع الأمر إلى رئاسة الوزراء فطلبوا من المشروع الرقم الوطني أنه يتكفل بالشيء هذا وبرضو بالمشروع الرقم الوطني لم يتمكن فأصدر قرار وزير الداخلية بأن أوعز إلى مصطحة الأحوال المدنية هي تقوم بصرف رقم إداري من خلال حصر السجلات المؤقتة تحملت الأحوال المدنية عبء هذا الشيء الذي تنصروا مننا الكثير شكلنا لجان في ذلك الوقت ومشت وبدأنا من الجنوب لم تكن سيد بيتامور نعم تاريخها التاريخ تقريبا مع بداية 2016-2015 بدأوا في الحصر بدأوا في حصر السجلات المؤقتة وهو أمر شاق وصعب لطبيعة الجغرافية في الصحراء وطبيعة الأمن والأمان الموجود في كل ليبيا وليسا في الجنوب فقط لكن هل جمع البيانات وتحديد السجلات يحتاج كل هذا الوقت؟ هو فيما يتعلق بالحصر فهو انتهى الحصر وبدأنا في صرف الأرقام إدارية ولكن اكتشفنا بعد الحصر ووضعهم في منظومة خاصة بالأرقام الإدارية وجود تكرار لبعض الأرقام يعني شخص تقام مسجل كعائد فيه في السجل المؤقتة أوباري ومسجل فيه السجل سبها مسجل كمؤقت فيه بنغازي ومسجل فيه طبرك هذا التكرار استلزم أننا نطلب من لجنة إعادة أعمالها وترجع للجنوب مرة أخرى وتدير مطابقة ورقية للموجودة المنظومة وتأكد وفي حالة تكرار أكثر من ملف تتأكد من السلامة وتختار واحد منهم وتلغي القيدين الآخرين طيب وتم هالأمر بالفعل يعني تقريبا حسب اتصالي معهم للتأكد تقريبا خلال شهر هيك بالمطابقة التي تكمل طيب لما تكمل المطابقة شون الخطوة لم تنتهي مشكلتهم فقط هما مشكلتهم وليسة في رصاف الرقم الإداري الرقم الإداري هو عبارة عن مسكن مؤقت هو الحل في البث في إجراءاتهم من حيث سلامة جنسية لجنة هذه تشكل من خلال الجهاز التشريعية وجهات العليا تشكل لجنة للبث في إجراءات هؤلاء الناس هل يستحقه الجنسية الليبية تصرف لهم لا يستحقه لا يستحقه لأن الآن أنت عندك مشكلة حقيقية في الدولة الليبية في كل دول العالم الشخص الموجود على أرضها شخصيا فقط أو مواطن أو أجنبي نحن الآن في ليبيا عندنا شخص ثالث وهو اسمه العائد اللي هو مسجل في السجلات المؤقتة أخشى ما أخشاه أن يخزر لدينا جيل ثالث من عاديمي الجنسية لهم أطفال أبناء السجلات المؤقتة إذا من تم البث في حلهم نحثهم في هذه الحلقة على أن ينظروا إلى هذا الموضوع من يتحمل مسؤولية ذلك سيد بيتام جهة تشريعية البرلمان والسلطات العليا هي لتتحمل هذه الإجراءات مسحة الحوال المدنية هي جهة توثيقية لما يقدم لبيانات بعد حصولهم على الجنسية يأتي دور مسحة الحوال المدنية تصرف لهم أرقام باطنية تصرف لهم بعد حصولهم على الجنسية الليبية وليس قبلها طيب عندنا نقطة هامة جدا وهي أكثر النقاط إثارة للجدل هو القرار 831 لكن هنخلل القرار 831 بعد الفاصل ولكن بما نتحدثنا عن الطوارق نخصص الحديث عن المكونات الثقافية الأخرى ومشاكلها التي تدور حول مصلحة الأحوال المدنية الأمازيغ كان عندهم العديد من البيانات الصادرة ضد مصلحة الأحوال المدنية خرجت بيانات تندد بقرار مصلحة الأحوال المدنية بعدم تسمية أو تطبيق حتى عقوبات على من يسمي بأسماء غير عربية وحقيقة هذا الأمر أثار حفيظة الأمازيغ بشكل كبير وتحدثوا في بياناتهم أن بعد انتهاء عهد القذافي وطمس الهوية الأمازيغية رجع سيد محمد بالتمر ليكرر ذلك الفعل ورجعت مصلحة الأحوال المدنية لربما يعتبرون حد من حقوقهم وحرياتهم بياننا كان واضح في هذا الموضوع بشكل صريح يعني سواء بيان مكتوب من مصعد العام المدنية أو بتصريح مني أنا شخصيا وضحنا فيه بأن الحق كل المكونات عرب أمازيغ تبو طوارق الموجودين في ليبيا هذه الفصائل الجميلة لهم حق مكفول في تسميت كل ما يعتزوا به من موروثهم الثقافي والتاريخي ما عندناش أي اعتراض فيها واصدرنا تعليمات حتى مكتوبة ونشرت على صفحات التواصل الاجتماعي واجتمعت أنا مع بعض النشطاء من المكونات ووضحنا هذا الكلام بشكل واضح كان فيه لبس في هذا الموضوع وتم إضاحة والعكس نحن نعتزوا بكل المكونات لما أنا ونقول دمجمال ليبيا في تنوح حياني يستطيعوا الآن الأمازيغ تسمية أبنائهم بالأسماء الأمازيغية من أي مكتب إصدار تابع لمصلحة الأحوال المدني دون أي مشاعر نعم يستطيعوا أن يسمي أسميهم ووريس الأمازيغ بس وحتى التبو وحتى الطوارق وحتى العرب لهم موروث تاريخي كل المكونات الليبية من حقهم تسميت ما يشاءون من أسماء يعتزوا بها سواء تاريخية أو موروث ثقافي واجتماعي ما هي الأسماء المحظورة؟ محظور تسميتها بالنسبة لمصلحة الأحوال المدنية؟ المحظور تسميته هو ما يخالف الشريعة الإسلامية فقط وليس نوع علاقة بالمكون أما المكون والشيء التي تعتز بيه سمي به ولكن نحن كلنا أن الإقاف الوحيد هو فيما يخالف الدين الإسلامي طيب سنعود سيد محمد بالتمر ونتحدث عن النقاط أخرى حامة وخصوصا قرار 831 أنا قبل اللقاء أكثر من 1500 رسالة وصلتني عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار 831 والناس تسأل علي مصيرها خصوصا بعد تصريحات سيد وزير المالية والتي سنعود إليها بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ولكل من انضم إليه الآن في المشهد أستضيف في هذه الحلقة سيد محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية سيد بالتمر مصلحة الأحوال المدنية قد تكون هي المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لم تنقسم إلى شطرين أغلب المؤسسات أو موظم المؤسسات انقسمت نتيجة الصراع الدعاء في بداية هذا اللقاء ذكرت أهمية مصلحة الأحوال المدنية كقاعدة بيانات وطنية صراع القائم في ليبيا هو صراع سياسي وعسكري وإديولوجي مناطقي جغرافي كل هذه الصراعات ولدت حكومتين برلمانين وحرب حقيقية دائرة في ليبيا لا نستطيع القول بأن هذه الأطراف السياسية لم تحاول الضغط على مصلحة الأحوال المدنية لكي تستحوذ على قاعدة البيانات الموجودة لديها لأن من يملك هذه القاعدة ومن يملك الدولة هل مرست عليكم أي أشكال أي شكل من أشكال الضغوط السياسية لكي تكون طرف في الاستقلاب السياسي الحاصل الآن في ليبيا شوف دكتور هي مصلحة الأحوال المدنية حقيقتها هي مؤسسة خدمية تقدم في خدمات للمواطن هذه الخدمات التي تقدم فيها للمواطن تقدر تقول أنها مكتب سلحة الأحوال المدنية من مصالح القليلة وهي عندها أكثر من 400 مكتب منتشر على مستوى الدولة الليبية أكاد أقول أنه لا يوجد قرية لا يوجد مكتب لمصلحة الأحوال المدنية ولكن ارتباطها بالانتخابات والمصرف المركزي هذه أمور تجعل من المصلح لها أمية من نوع خاص وربما يتم استخدامها حتى سياسية أنا بنحاول أن وصلك للفكرة هي ليش حافظت على وحدتها هذا الانتشار والرقعة الجغرافية الكبيرة لمصحة الأحوال المدنية وربط المكاتب مع بعضها وأن كلنا محتاجين لبعضنا المكاتب في انتقالات أسر في زواج وفي طلاق وفي أسرة كانت في مكان وانتقلت إلى مكان بالإضافة أن الدور الرئيسي والحقيقي هو لأمناء مكاتب الإصدار ومدرع الفروع كلهم في مكانة حاول يوصل هذه الصورة واتفقنا عليها بأن مصحة الأحوال المدنية بعيدا عن تجاذبات سياسية وبعيدا عن الصراعات القائمة ولو لحظت أن هي دائما تحاول أنها لا تكون عندها تصريحات مضادة أو مناوية لأحد طرف تخدم في الجميع لأنها تعرف أنها موجودة عندها قاعدة البيانات الوطنية اللي مقال أي صراع حول انتخابات اللي حيكون المزود الرئيسي هي بيانات القاعدة الوطنية اللي موجودة عند مصحة الأحوال المدنية فلذلك حافظنا عليها حتى تتهيأ وأو الآن بإذن الله في الحوار ماشي نحو الانتخابات بإذن الله حيكون مزود رئيسي هي مصحة الأحوال المدنية لهذه البيانات تعرفتش لضغوط سياسية؟ أبدا لم نتعرض لليه ولا من أي طرف ولا من أي طرف ولا حد مارس علينا بل الجميع حريص على وحدة مصحة الأحوال المدنية طيب هل لديكم دعم دولي من منظمات دولية من دول بعينها ربما ضغط على هذه الأطراف الصراع في ليبيا بأن تجعل المصلحة والمؤسسة في منأة عن هذا الصراع؟ لا لا ما عندناش أي تواصلات لدولية جهة خدمية توفقية تؤدي عملها باجتهاد وأستغل هذا اللقاء نشكر موظفي المصحة الأحوال المدنية على دورهم ونعتبر فيهم جنود مجهولين تعرضوا لظلم سواء بالاتهامات يتطالم أحيانا من قلال الإعلام وتعرضوا لظلم ما دي إنهم قاموا بتخفيض مرتباتها ما أكثر من 20% في ظل إنهم محافظين على الهوية الليبية وحارسين عليها بقدر كبير جدا سيد بالتمر حقيقة ولكن فيك سر أن هناك اتهامات علنية من طرفي الصراع في ليبيا باستخدام مرتزقة ليس فقط استخدام مرتزقة هو أعطاء وصرف أرقام وطنية لمرتزقة يقاتلون مع هذا الطرف أو ذاك وأصدار جوازات سفر ليبيا لهم ولا يمكن أصدار هذه الجوازات إلا بصرف أرقام وطنية لهؤلاء المرتزقة مصطحة الأحوار البدنية لديها من الوطنيين الحارسين عليها وموضوع إصدار الرقم الوطني حتى تجد فاهم القصة ويفهمون حتى المشاهدين ليس من السهولة بمكانك تصرف رقم وطني لشخص في عدة إجراءات وفي عدة حاجات وقيود ونوع من المراقبة والتجديد هذا لرقم واحد فقط لم نتعرض لأي نوع من الضغوط كل ما يقال في الإعلام هو نوع من أنا نعتبر فيه المكايدة السياسية بين الطرفين أنت لو تلاحظ الطرف هذا يتهم في هذا والطرف هذا يتهم في هذا مصطحة الأحوار المدنية ماشية في عملها بشكل منتظم وتحاول تصلح من نفسها وتطور نفسها وبقدر الإمكانيات للتحصل عليها تحاول دائما تكون أفضل من اليوم لقبل كل يوم ونحاولوا قدموا شيء أفضل من اليوم لقبل هل تستطيع تجميع مدراء المكاتب والفروع في اجتماع واحد؟ هل تستطيع زيارة كافة الفروع التابعة لمصلحة الأحوار المدنية؟ نعم زرنا كل المكاتب زرنا الجبل الغربي زرت وباري زرت مرزق زرت سبهة بنغازي طبعا مدينتي زرت طبرق زرت حركوا في ليبيا كلهم عندنا شيء مشاكل الآن في هذه اللحظة عندنا لجنة مالية لمراجعة الحسابات في المكاتب والفروع وقاعدة موجودة من شكل المارج ومن شكل البنغازي وتشبي في الجباية بتاعنا والجباية بتنا مركزية لا عندنا أي إشكالية في هذا الموضوع مسألة الجباية أيضا مسألة مهمة عندما ذكرت الجباية الحديث أيضا عن أن سيد محمد بالتمر أعاد الجباية على المواطن ولا يستطيع المواطن الآن إصدار وضع عائلة أو شهادة ميلاد إلا بعد دفع قيمة جبائية لإصدار هذه الخدمة رغم أن هذه الخدمة كانت قبل توليك رئاسة المصلحة خدمة مجانية خدمة مجانية مخارفة القانون القانون وضع على مسلحة الحوال المدنية رسوم ومطالبة مسلحة الحوال المدنية لتجبي جباية وتقدمها إلى الخزينة العامة للدولة ورسوم لا تذكر يعني تقريبا حوالي 65 جرش على الورقة ممكن تكلفتها الآن في السوق بالحبر بلني أكثر من ذلك ولكن هذه جباية مجبرة الحوال المدنية بمجب قانون وليس بمزاج رئاسة المصلحة مسألة أخرى قبل أن أذهب إلى قرار 831 مسألة مكتب الصحراء الشرقية وما يعرف فصات شي والفتوى التي صدرت من الإدارة العامة للقانون بإلغاء الجنسيات الصادرة عن هذا المكتب لماذا صدرت هذه الفتوى وكيف أثرت على العمل في مكتب الصحراء الشرقية التابع للمصلحة نعم خلينا نحكي لك على مكتب الصحراء الشرقية هو أنشئ في السبعينات في النظام السابق أنشئوا مكتب سمي مكتب الصحراء الشرقية لتسجيل العائدين من المهجر وخصوصا من مهجر الصحراء الشرقية وتم صرف وهذا المكتب ليس من مكونات السجل المدني أعطي من مسك المكتب أعطي صفة أمين مكتب طيب وهذا أمر مستقل عن سجل العائدون أو سجل المهجر لا 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 مختلف مختلف نعم مختلف وأصبح يصرف في شهائد ميلاد وثائق لهم رسمية تقدموا من خلال هذه الوثائق إلى الجوازات والجنسية وتحصلوا على الجنسية الليبية أصبح الآن عندنا ناس متحاصنية عن الجنسية بأوراق صادرة عن موظف عام ولكن ليس يتبع مصلحة الأحوال المدنية وتقدم بأوراق رسمية إلى جهة القانونية وهي الجوازات والجنسية وتحصلها للجنسية الليبية في الـ 2014 تقريبا كانت تخنيش الذاكرة أرسلت مصلحة الأحوال المدنية للإدارة العامة للقانون تطلب منها فتوى في وضعية من تحصل على الجنسية الليبية من خلال مستندات مكتب الصحراء الشرقية رجعت الفتوى وقالت بأن تعتبر هذه الجنسية باطلة لأن هذا المكتب ليس من مكونات مصلحة الأحوال المدنية قامت بصحة الأحوال المدنية بالإجراءة التالية بتجميد كل من نجدوه تحصل على الجنسية الليبية من خلال مكاتب الصحراء الشرقية تجميد ماذا بالضبط؟ تجميد أرقام الوطنية أصبح فيه إشكالية كبيرة كنتشف أنه لا بأس به عدد كبير جدا ما معنى تجميد؟ إيقاف رقم الوطني سحب رقم الوطني منه وينقل إلى مكتب العائدون أصبحنا أمام إشكالية كبيرة جدا لم تصرف لهم مازال هم رفعوا دعاوي قضائية ضد مصحة الأحوال المدنية وكسبوا هذه الدعاوية القانونية كسبوا دعوة قانونية بيننا جنسيتهم جنسية صحيحة صدرت عن محكمة السئناف في طرابلس الإشكالية القانونية إنهم كونوا مراكز قانونية لأنهم جنسية متاحة في السبعينات وتمينات فهم تزوجوا وأنجبوا وأبنائهم تزوجوا أنت لما تسحب أرقام وطنية من الأب ينطبق بالتالي السحب على كل الأبناء والزوجات الحكم اللي حصلوه الآن أصبح عندنا أمامنا حكم ملزم بالتنفيذ طلبنا من الوزير الداخلي شرحنا للأمر قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم والبث فيها اللجنة الآن في طور الدراسة والإعداد لتقديم مقترح فيما يتعلق في من تحصل على الجنسية من خلال مكتب الصحراء الشرقية يعني الآن في انتظار بث اللجنة أعمالها وتقول شندروا فيها كمصحة أحوال مدني ماذا تتوقع؟ حكم المحكمة هو عنوان الحقيقة يعني هيكون مقارب لحكم المحكمة طيب نذهب إلى قرار 831 الشيء الأكثر إثارة للجدل حول مصلحة الأحوال المدنية عدد كبير أكثر من 24 ألف من من تم تعيينهم داخل إطار أو الملاك الوظيفي بمصلحة الأحوال المدنية والناس من 4 أو 5 سنوات تسأل عن مصيرها كل بعد فترة يطبوا منهم مسندات أوراق يقدموها وإلى الآن مصيرهم مجهول السيد فرج بمطاري وزير المالية خرج في أكثر من مرة حقيقة وتحدث بأن لم يصل شيء إلى وزارة المالية رغم أن الناس كانت تنتظر بعد تصريحات من حضرتك بالإفراج عن مرتباتهم وتمكينهم من أعمالهم سيد فرج بمطاري رمى الكرة في ملعبك الآن وذكر بأن المصلحة لم تقم بتسليم هذه المستندات المطلوبة لكي يتم الإفراج عن إجراءات المعينين بقرار 831 طبعا 831 هو إحدى الإشكاليات نعتبر فيها في مصحة الأحوال المدنية اللي بحتاجها إلى حل لما استلمنا المهام رئاسة مصحة الحوال المدنية وجدت هذه الإشكالية أمامي هي سابقة على وجوده عندهم قرارات تعيين تقريبا في 2014 أو 2013 ولم يتم بث فيهم إلى استلامي لمهامي تقريبا في شهر 4-2017 لم يتم البث في إجراءاتهم بقرار تعيينهم من المصلحة نعم بقرار تعيينهم من رئيس مصحة أنا مش هنتكلم على مشروعية مصدر قرار أو من ناحية القانونية ناس الآن تشتغل وعندهم مباشرات ولهم سنوات وحقيقة أنهم يشتغلوا في المصلحة وأصبحوا مكون رئيسي لها وفي منهم حتى كفاءات جيدة ولا يمكن الآن مدام هو يشتغل معك لها 4-5 سنوات أنت موجد لم أنك تتضع لحل بدأنا في وضع الحلول وكان السيد الوزير فرج بمطاري خليه نقول بصدق أنه كان عنده جدية في أنه ينهاء مشكلة المرتبات ليس لمصلحة الحوال المدنية فقط بس لكل القطاع العام فأنشأ إدارة تقريبا إدارة ترشيد المرتبات وطالبت هذه الإدارة بحالة كل من عندهم تعينات وعندهم إشكالية في المرتبات فيه عندنا إدارة الشوليدارية عندهم موظفين مختصين فيما يتعلق بإشكالية قرار 831 831 أحناه إلى لجنة ترشيد المرتبات كلام السيد فرج بمطاري إلى بحقيقي قال يوجد نواقص توقف أننا نصرفون لهم مرتبات درنا اتصالاتنا طلبت بكتاب رسمي الآن عقد اجتماع مع وزير المالية ومع رئيس لجنة ترشيد المرتبات لأننا دائما التواصل المباشر يكون أسهل لنعرف هذه النواقص ونحاول نستكملها لهم ونترك بعدين للقرار لجنة ترشيد المرتبات في الصرف من حيث قانونية من حيث الإجراءات القانونية لجنة ترشيد المرتبات تابع لوزارة المالية نعم تابع لوزارة المالية وهي المعنية بمراجعة موضوع المرتبات طلبنا برسالة رسمية عقد اجتماع مع وزير المالية نبدأ ناقش معه شنة النواقص بشنا نقدر نساعد الناس هضوما بشكل سريع في أن هما يكونوا من ضمن الإفراجات القادمة هل كان في رد من السيد وزير المالية حول الاجتماع؟ طلبنا أن يكون الأسبوع القادم هاكيد حيرد علينا الأستاذ فرج متعاون جدا ومهتم وتواصلنا من خلال إدارته بشكل مباشر أكثر ومرأة على هذا القرار وأنا حكيتما بشكل مباشر مرة أو مرتين في قرارة 831 وكيف ندر ونحن نساعد الناس هضوما توقع أن يكون في حل هذه الإشكالية التي استمرت سنوات بأمان وذكرت أن هناك موظفين يشتغلون وفي منهم كفاءات وثمان سنوات الآن ولم تحل هذه الإشكالية هل تتوقع أن ستكون في بارقة أمل حقيقية لمسنا جدية حقيقة يقول لمسنا جدية من أستاذ فرج بمطار أنه عندها رغبة في وجود حال المشكلة أين كانت سيد بالتمر؟ هل كانت في وزارة المالية؟ المشكلة أن القرار لما صدر لم يكن من ضمن له مخصص مالي بش يتم احتسابهم في هذا المخصص المالي هي وفترض أنك أنت لما تعين تطلب قبل التعين تطلب مخصص مالي أنك أنت عندك رابع تعين فتعين وفقا لهذا المخصص المالي لإجراء ما كانش بهذه الألية صدر قرار ثم طلبوا المخصص المالي له أصبحت الوزارة المالية عاجزة عن تلبية هذا المخصص المالي لأن العدد حتى هو عدد كبير ولكن لمسنا من السيد وزير المالية ستفرج مستشعر بمشكلتهم وعنده جديد وضع حال لهم جلست معه في أكثر مرة وتراقشنا فيه وصادق في تصريح أن في نواقص أنا في نواقص وحالي أستكملون لا بشكل سريع يعني بإذن الله طيب فيه إشكالية أخرى حول مصلحة الحوال المدني وبعض الأسئلة التي وردت من المتابعين حول أبناء المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي هذه الإشكالية أيضا إشكالية متكررة منذ سنوات مستمرة وإلى الآن لا تزال مستمرة هل أعدتم دراسة هذه الإشكالية تقديم مقترحات لجهات أخرى ووزارات مسؤولة في الدولة لحل هذه الإشكالية المستمرة من سنوات هو أبناء الليبية طبقا للقانون الليبي القانون الجنسية هم أبناء يتبعوا لجنسية أبيهم إذا كان هو عربي فهم يتبعوا بجنسية حسب جنسية الأب في نوع من الظلم هذا وقع على المرأة الليبية أكيد يعني لأن في تشريعات بدأت تعدل كله بأبناء المواطنة من حقها تأخذ نفس جنسية أبنائها ولكن التواجه فينا برضو إحنا إشكالية أخرى فنية إن أحيانا رب الأسرة اللي هو لما يتوفى ويترك أبناء ليبيين ولكن زوجته هي الأجنبية غير ليبية فإذا كان وضعتها كرب أسرة هي أجنبية هل تضحها معهم في سجل المواطنين أو تظلمهم هما وتنقلهم وعاها في سجل الأجانب ويظلوا ليبيين موجودين عندهم في سجل الأجانب برضو نعانوا في إشكاليات فنية في هذا الإجراء مصطحة الأحوال المدنية إنتاجتها وهي حقيقة تحتاج إلى أن تقدم مقترحات إلى البرلمان لإصدار قوانين وتشريعات بما يتوافق والوضع الحالي للتطورات لسيرة في المجتمع قانون 36 لسنة 68 قانون الجنسية لم تدخل عليه تعديلات مازال كيف ما هو من سنة 68 مازال نفس القانون أدخلت عليه بعض التعديلات البسيطة أهمها قانون 24 وهو منح الجنسية العربية للعرب قبل أن أترك لك مجال في رسالة أخيرة أعود مرة أخرى لنقطة ذكرناها في بداية الحلقة ولكن لابد التأكيد عليها لأهميتها وأهمية أن الحديث الآن عن أمن قومي ليبي عن قضية هي ليست قضية رأي عام في ليبيا فقط ولكن قضية يدور حولها التساؤلات حتى من المحيط الإقليمي والدولي ومنظمات دولية هي مسألة التزوير في الأرقام الوطنية ولا تزال حتى هذه اللحظة تأتيني الرسائل حول هذه المسألة وأريد من حضرتك إجابة واضحة شفافة بدون دبلوماسية حول حقيقة تزوير الأرقام الوطنية في ليبيا واستخدام هذه المنظومة لأغراض أخرى ممكن سياسية وممكن لمصالح أخرى حقيقة التزوير في مصلحة الأحوال المدنية سيد محمد بالتمر لما تتكلم عن التزوير لازم نتكلم عليه أن مصلحة الأحوال المدنية شنخذت من خطوات الخطوة الأولى والرئيسية المحتمدة عليها مصلحة الأحوال المدنية في إنهاء هذا الجدل ومعالجة أي إشكال موجود هو مشروع انطلاق يجب أن تراجع كل البيانات الإلكترونية بالبيانات الورقية هذا مشروع أطلقناه وسميناه مشروع انطلاق ونحن لازمنا مصرع عليه ونراهن عليه أن هذا المشروع هو مشروع وطني بالتراز أول وأنه سيخدم كل الليبيين الخطوة الثانية لم نقف عاجزين في حال أن المشروع ما زال تعطل عندنا إدارة المباحث عندنا إدارة التفتيش عندنا مدراء الفروع دائما عندنا الإدارة التوثيق والمعلومات حتى هي برضو ليتصرف في أرقام القيود لمن خلالها تم صرف أرقام الوطنية دائما نتشيك ودائما نتراجع ودائما تراقب في صرف العهد ودائما يوضع آليات حتى آلية صرف العهدة فيما يتعلق بعهدة القيود لمن خلالها يتم صرف الأرقام الوطنية وتسجيل الأسر تراجع وتخضع بشكل كامل بل بالعكس الآن مصحة العالمدانية أدخلت شيء جديد وهو أن بعد ما يقوم المكتب بإدراج الأسرة أو الإدراج مولود لازم يجي تاني يوم الموظف ويؤكد على هذا الإدراج أنه تم منه هذا الإدراج وضعنا بعض الأليات ولكن حقيقة الأمر أن المنظومة القادمة هي اللي حتكون أفضل من خدمات من هذه المنظومة الموجودة حاليا لتطورها ولتفاهم موظفي وكادر المصلحة شنو الإشكالات العقية لوجهاتهم في المنظومة السابقة فوضعوا الملاحظات المنظومة اللي حتدخل للعمل بإذن الله هي لها سنة من العمل عليها من قبل موظفي مصحة العالية في التجريب فقط يجربوا ويبدوا في ملاحظات تعيد الشركة البناء يجربوا مرة أخرى تعيد الشركة البناء وطلبنا الدخول عليها من كافة مهندسي منظومة مصحة العوال المدنية على كستو أستواليبيا وكلهم يدزوا في ملاحظات الآن شكلنا لجنة مركزية لمراجعتها تدقيق فيها لأنها في مرحلها الأخيرة طيب إذا ما قرر المصرف المركزي غدا صرف منحة أرباب الأسر هل سترد مصحة العوال المدنية بأنها جاهزة وفق المنظومة الحالية أم ستطلب منه الانتظار حتى تجهز المنظومة الجديدة منظومتنا الآن الآن مربوطة مع مصرف ليبيا المركزي ودائما في تحديث للبيانات وأنا قلت لك أن المصرف المركزي خضاء خطوات جميلة جدا ساعدت حتى المصلحة حقيقة من درجة ننكر في أنه يتراجع بياناتها وقواعدها وكذا الجاهزين المصرف المركزي هو صاحب هذا القرار هو اللي يرى المصرفة التي يصرف أرباب الأسر نحن على طول جاهزين ومربوطين اللجنة الفنية المشكلة ما بين فنيين وإداريين موجودة للآن في المصرف المركزي رسالة أخيرة أختم معك بها هذا اللقاء سيد محمد بالتمر والله نشكرك على هذا اللقاء وعطيتنا فرصة أن نوضحه مساحة طيبة بارك الله فيك ودائما أنا نحب نشكر موظفي مصلحة الأحوال المدنية سواء موظفي تمنتردين اللي ينتقاضوا شكرا على صبرهم وعلى وسعة بالهم وسواء الموظفين الحارسين على الهوية الوطنية ومتحملين المشاق ومتحملين الصعاب عندنا اللجنة التي تحصل في الرقم الإداري اليوم التي تصل بها صباحا قاعد يحصل في الأرقام الإدارية ماشي في الطريق من سبها متوجه إلى أحد المدن تعرض لسطو دفعوا ثمن حتى من دفع الثمن من قتل في سبيل الحفاظ على الهوية الليبية موظفين في كل مكان موظفين في المستشفيات موظفين في أماكن نائية يعانوا من قطاع في الكهرباء غياب أمن ومع ذلك يعملوا بشكل جاد واجتهاد بارك الله فيه ونشكرهم كجلية الشكر شكر موصول لك سيد محمد بالتمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية على تواجدك معي اليوم في هذه الحلقة من المشهد شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة أشكر مرة أخرى ضيفي في هذه الحلقة رئيس مصلحة الأحوال المدنية سيد محمد بالتمر وكل فريق العمل المصاحب لي هذه تحياتي أنا موتس قدربو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة